أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منمثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جميلنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور مرضونة متكئين عليها متقابلين يتوف عليهم ملدان مخلدون بأكواب وباريخ وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يوزفون وفاكهة مما يتخيغون ولحم طهير مما يشتهون وحور عين كامثال الأولو المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لهوا ولا تأسيما إلا قيلا سلاما 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 وأصحاب اليمين في سدر مخزود وطلح منزود وظل ممدود وماء مسكوب ففاكهة كثيرة لا مخطوعة ولا ممنوعة وفوش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار قربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سوم وحمين وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا خبل ذلك مترفين فكانوا مسرون على الحنص العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى هيقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضادنون المكذبون لكنون من شجر ينزقون فمارئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب اليم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقنا لكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه ونحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرصون فأنتم تغرعونه وم نحن الزاريون لو نشاء لجعلناه حطامة فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما الذي تشربون أأنتم أن نزلتمه من المثل أم نحن المنسلون لو نشاء جعلناه مجاجد فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للنقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوا إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنترون ونحن أخره إليه منكم ولكن لا تمسرون فلولا إن كنتم غير مذينين ترجعون إن كنتم صادخين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم وتصنية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم